انا حقيقة بذكر اي امة بتكون مجموعة من العوامل الاساسية اهل الحضارة والمدنية والعمران بسموها التراب والشعب والقيم لكن ما لا ينظر له الناس يعني اللي هو لما يتتنزل هذه القيم على مجاميع الناس لما تتنزل على مجاميع الناس بتبقى صرح وتبقى يفطح يعني صحي الدين بيتكلم عن القيم التي يعتبرها الناس الان هي قيم مثقفاتية وصفوة ولكن الشعب ايضا هذه القيم يفرح بها فمن الاشاء الغريبة جدا ترجمت القيم دي لإحساس جماله ما باب المسيكين والفقير بيفقره ما باب المسيكين والفقير بيفقره وما عواس قواله وما رفيقي بحقره وبدخل لجة الوادل بتلب صقره وقلبه مكتن الناس السوا وبيتنقره دي يعني ممكن لما نرتفع بها تبقى قيم قوية جدا في أسس القيم القيم الدينية لكن شوف لما نزول عادي ترجمه لإحساس جماله بيقى كيف من القيم الأدنى عند الشعب وبتيتوزع هي إضافة لحن جميل وإضافة موسيقى جميلة بسد الناس ملامحهم أنا شخصيا كنت سعيد جدا إنه نشأت في ودنباوي وجاءنا بشير عباس دا من حل فاية الملوك سكم معنا من الحاجات الما كان بعرفة إننا نحن كنا منستكل على حيط الديته في ودنباوي برا عشان نسمع قريب لمطلع الفجر أجمل الغناء السوداني ومن أجمل الأصوات وأنا قلت له يا بشير لو كانت ما يدي تضيق على كل ليلة أبدحت ألف جنيه كنت عملت لك قصر وتركت السوداني فأنا سعيد جدا إنه الوردة القادمة في هذا اللقاء بشير عباس وبشير عباس بتواضعه نعرفه أكثر مما يعرف نفسه لأنه عندما يتحول إلينا يتحول قيم في كل الناس ومعابر في كل العالمين ولذلك أنا سعيد جدا إنه في هذا العيد يطل على السودان بشير عباس وبشير قبل ما تقولك كلمة وحدة عشان نذكر الناس ب واحدة من تفاحاتك الأساسية الأثيرية يا ريت تحاول لنا كده بعد تهني الناس بالعيد يا ترى يا ريت إن شاء الله أو هي الحان بالمراسة والحان بالتكوين في أمريكا أولا من سودان الرحمن الرحيم وأوصلي وأوصلي معنا رسولي من السبيل صلى الله عليه وسلم في البداية أتمنى أتمنى يعني كل خير ومحبة الشعوب السوداني وكل الشعوب الإسلامية جمعه وفي نفس الوقت يا أخي تين أشكرك على هذا المقطع الموسيقي الكلام الذي ذكرت عنه و أنت طبعا بطبعك دائما لا والله يتأكبر من ذلك لا يا خطير حتى على السمرة دي ستثبت للناس أن كلماتي كانت أقلم من هذا المقام والله يعني أنا بفتكر يعني أنت من الناحية دي من ناحية الكلامية بالذات أو الكلام القتل سلاميذك يا بي يعني ما عرف أنا أقدم شو أنت قدبت مصور موسيقية أخرتنا بيا ترى أخرتنا بيا ترى جدا لقدم ليك يا أطلع لكن يا أطلع الموسيقى ما تجدم والله ما تجدم حتى يا بشير يعني أنا داري توقفك دقيقة واحدة يعني لكي تكون للحن ببعفة جمالية لأن الشمس تشرف من هنا أنا سعيد جدا بأنه يلتحق بالبرنامج كابتن الهلال على مرة العصور محمد حسين كثلة ومحمد حسين كثلة ونشوده دكتور محمد حسين ونشوده ما زالت في قلوب الجال متعددة جدا وأنا طلعا اشتهت بهه أتنا الهلالة بصحه يعني من كل الأجيال يعني وبنهدي ليه ويا ترى محمد حسين كثلة محمد حسين كثلة محمد حسينك محمد حسين كثلة محمد حسين كثلة محمد حسينك محمد حسين كثلة محمد حسين كثلة محمد حسين كثلة محمد حسينك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر موسيقى 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 موسيقى